ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة احتياجات تعديل قيام رسوم الصناديق خلال اجتماعها في العاصمة الموقعة تعدا برئيس وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك حزمة من الرؤى والمقترحات المناسبة لتعديل قيام رسوم الصناديق وجرى خلال اجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري وثروة السمكية سالم السقطري ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري والأمن العام المساعد لرأسة الوزارة عزيز ناشر وعددا من وكلاء وزراء المالية والمعليقين في الجهات المختصة التطرق لدراسة مراجعة قيام رسوم السلع والخدمات المقرة للصناديق العاملة والإيرادات السنوية المحصلة لها وتقديم مقترح بالقيم الرسوم لإعادة توزيعها بما يلبي احتياجات أنشطتها في المجالات المحددة لها بالأوضاع الراهنة كما تطرق المشاركون في الاجتماع لتنظيم إدارة واستخدام الصناديق لمواردها بإقرار الموازنات السنوية وتقديم حساباتها الختامية وأكدين على أهمية مراجعة أوضاع الصناديق والرقابة عليها وضرورة التركيز على توريد إيرادات الصناديق وتصويب الأوعية والالتزام بتوريد النسبة المقررة قانونا لإصالح الوحدات المحلية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر